جي لي انا وحنا في الجامعة كان عبدالحليم حافظ يا سلام اه وحتى انا كنت اضرب بيان وكنت اضرب عليها اهواك واتمنى لو انساك الكلام الجميل ده كله ومرة جبت محمد الموجة اللي ارحمه اسمع ليه عشان يخطبه الشهر بنات ولا ولاد من عندنا بعد ما خلصنا احنا بطلو منك لله يا اخي للموجة اه ليه اه اللي علمتنا الحب وانا جوزته مراتي قلت واحد قلت لها لحظة تصلة من بره يعني اللي عبدالحليم طبعا بعشاكه طبعا عبدالحليم ايه اللي اغنية اللي بتتكرك بالزمن الحب الجميل وتيهديها اللي مادام كبيري انا لك على طول انا يا سيدي ربنا يخليكم البعض انا جميلة او يا عبدالحليم تقولت لي بتحب القراءة وبتستهويك اه بارة بارة عربي وجنابي وكذا كتابتك في مصر اليوم انت بتكتب الكتابة بعد ما بتكتب العمود بتحس بايه؟ هل انت وصلت الحاجة اللي انت عاوزت تقولها للناس؟ او او ايه بالزبط؟ بس ادكلم الصفحة انا باعمل حاجة بحاجة عملك بصر مش عشان انا يعني احله لا دائما انا احبه لقولك التمايز يعني انا الناس ما بكتبش عمود انا بكتب نص الصفحة مقالة رياضية مقالتين اسمها مشاعر ايوه؟ فيها فن وخلافه لا وفيها الكتابة فيها رشاق اوه فيها رشاق وانا بكت قلهم انا بقلد انيس منصور وجزء اسمه موين يا مشاعر وبقال حتة صغيرة اسمها فاتفوتا كروين اوه؟ زي ما لطشت فيها مثلا فيتوريا مر اوه؟ بقولوا الراجل لا يرى لا يسمع على تكلم لازالت تقعد فيها حاجات كتيرة قوي لفترة اللي جاية فا فا لا انا انا براود لان كل ناس كتيرة بتكلمني وبتشوفني وقرايتي كبيرة بسم الله ما شاء الله ليها لها لها ناس بتقراها حتى صاحبين كبيرين بتكلموني يعني منهم ناس كتيرة يعني طيب بتحب الاكل؟ لا خلص؟ لا ديش اكلة مفضلة بتحب؟ لا انا لغاتلي من دلوقتي مراتي بتقول الولادي ابوكو بيأكلش لا انا اعشق لخيه بقراني يا سفاة ما هده انت تبقى الكيل لا دي اكلة المصرية لا ما تبقى نش على طول لا انا عارف انا عارف انا عارف اكلة المصرية ما بتحبش السفود؟ بالطبعا مراتي الاستاذة في السفود دا اه يعني بتعملنا الماكارونا بالرجنباري بالرجنباري بالخضار بكلام دي بقى حباها جدا طب لازم يوم في الاسبوع بتحب تخدش المطبخ؟ لا خلص؟ لا بتعملش اي حاجة؟ لا انا على فكرة انا بنظف البيت خد بالك يعني سريد انا بعمله انا عندي حد شغالين وساعتك نصف فاتدخل علي بقالي السواب دا اللي بتعمليها بيه انا بتكلم الكلام دا ليه دكتورا؟ عشان الشباب يستفيه طبعا طبعا انا للي اعملنا جزء تاني للحلقة لان انا عارف فيه حاجات فيه ناس اه لا ده ده ناس تحب الكلام دا طبعا بالضبط كده طيب انت بتتأثر بالسوشيال ميديا؟ لا يعني اصلا او انا محافظ وذير ما كانش كتير قوي اياميها لا الوقتي دلوقتي بقى اراها طبعا بقى اراها وابعلق على حاجات كتيرة منها مضر للمجتمع ولا بقت كويسة؟ لا لا بشوفها دكتور مصطفى مدام اس مصد خلاص بقت واقع قدامك خدها بقى حلو خدها وحش انت حر بس انا بخدها حلو انا بخدها حلو انا قلت مرة يا جماعة السوشيال ميديا دي ممكن تحرك 2-3 مليون في 5 دقايق دي بتغير رؤساء قندية اه لكن انت لو عبيت انت تدعي للمظاهرة ولا عد يجي معاك دي حقيقة انت شايف انها مدرة ولا مفيدة يا دكتور لا لا طبعا مفيدة فش خلافة مفيدة طيب انت بتشوف الاعلام دلوقتي ازاي وكنت بتشوفه ازاي في الفترة اللي فاتت ما انت تتكلم عن اعلام الصحافة والعزاء والتليفيزيون للاعلام بصفة عامة يقول ان الصحافة بتنقارد زي ما انت شايف طبعا عاش بيقرى يعني انا كولادي عشان يقروا مقالي كنت كده كل واحدة كل اسبوع بديها 500 جنيه عشان تقرى المقال مقالت ببالك مع انهم ثقافاء يعني بعد اعلام بتاعتي انا اقرالك بعد كان اه لازم تقرى معنا كل واحد يقولي من اقرالك يقولي تباحل فانك بتقرالي فالاعلام يقدر يلعب دور كويس انا لي مقولة قلتها المعارضة اعظم اختراع للديمقراطية وكتب تبقى ما قالت اللي فاتت ده سياسي بقى انت شاعر سياسي لا بالصفى انا في البيت لو كل عيالي اه 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 تبقى مصيبة سودة اه يعني فيلم بتاع فاتن حمامة ده جميل عامت معادة انا بقى في البيت كنت تلتقى علي ولادني عم المعارضة يا بروت ميم اه يا بروت ميم تعالي ولادني عم المعارضة ده قرار من ولادي هتلاقي ولاد ستين في سبعين هم اغلبية اه طبعا يغلبوني ومو متجوا معاهم طبعا عز اولادة هقول له بلاها الديمقراطية المعارضة بتاعتكو دي كلها انت شايف ان الفن والطرب ان قردوا من عندنا ولا تسحبت السجادة من تحتنا ولا تبدل مصر هي صاحبة الرياضة شوفها مصطفى انت يا محمد يا ده معلشها يا رياسي قلت مصطفى لا يا دكتور قلتش الدكتور مصطفى يعني لا يا حبيبي لا بص بص سيبك بقى منها بتاع الخامسة والسادسة بتاع ميني انا مقدرش عايش من غير فن يا مصطفى انا بقى نسيت اقولك من هوايات المزيكة طبعا على طول يعني انا عندي تسجيلات او عندي في الراديو محط تعتى السيفونيات بقى رأى اسمحها كواس جدا فانت انا انا بقولك الانسان حالة نفسية تصحى من نوم تبقى متنكد او مبسوط لو متنكد اسمح حتة مزيكة بتحبها فل الصب خلاص سفوق انا بقى من الناس دول حاجتين لو سمعت هات المزيكة او تفرج على خضرة تفرجت على جرينري او زهور نعم يعني انا حتى بسمع لها كنت احاول ازرع زهور اتغير الموت بتاعك على طول على طول اتغير على طول ما انت بي لازم جدك تقاب بالسكة وانت ماشي طيب ما انت مقولت ليشش الفن بتاعنا هل استجادة تسحبت من تحتنا المناس كده بتقولك استجادة تسحبت من تحت مصر ولا الفن مازال موجود في دولة بتعمل شوية حاجات بس بتقابلها من خلال فنانينك من الماتيريال بتاع تكنت بس طبعا اللي موجود دلوقتي مصطفى متش عارف اسمعه نعم يعني انا اهدلك مثال مره محمد صار واتكلمني الفنان المطرب ها طبعا وقال له عمنا ما ازجيلك بس اتاكلني كوارع قلت له تعالى لبقى ما بيعرفش ياكل بقى لا هو عابش كوارع وبتاع بجولة نعم انا عارف طبعا فالمهم ان انا ايه يعني خليت طباقه عامله بتاعب ايه وقال له انا هو ما اتكلم استاذ محمد ده عبدالوه قلت له والنبي 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 نفس اكلمه انا بعشك عبدالوه بالقديم جدا جدا وكل يوم احط كده غنوة له من قديق القديم بتاع مسافر واحدك والحاجات تجانب ماش تبصت فانا فاكلمه قال له انا جانب واحد عايز يكلم هادجا قال له مين فان قال يا دكتور ولا كان لقيا يا سيادة المحافظ انت كويس انا مبسوط منك انت صغير انا صوته ترى فن منها اللي مبسوط ده انا فرحان قوي ان انت بتكلمني ده فخر يعني يا سبحان الله يعني شوف قديه الفن فيها منه وكنت بعض وساد الفنانين دولا ولا كأني تلميذ صغير لان انا ماهما حاجة كبيرة ما شاء الله دكتور عميلم انا حلقتي غلصت وطولت عليك قوي الحلقت لا انا حلق بالي زبوع